اشتركوا في القناة انه القمر الموجود اللي بدور حول الارض شو بيثبته في قوة بتثبته بتخليه دور حول الارض مش بكيفه هو جايهان ليش مثلا ما النيزك مثلا هو متحرك يصير يدور حول الارض لا اذا في اشي معين بيأثر على القمر من مكان ما بيخليه دور حول الارض تمام ايجا نيوت نفكر بهذا الموضوع وقال طيب انا ماشي على الارض انا ثابت صح احنا ثابتين وبرضو لو انا ماسكي القلم وتركته برضو راح يوقع لوين للارض يعني في قوة قاعدة تخلييني ثابت على الارض نفس هالقوة اللي بتخلي القمر بدور حول الارض صح ولا لا هيك اللي فكر في نيوتن ليوصلنا لقانون بدنا نسميه ايش قانون الجذب العام تمام قانون الجذب العام يعني اي جسمين بالدنيا راح هاتي تجاذبوا يعني استاذ انا والدرج مثلا او انا والطاولة راح نتجاذب او انا وزميلي راح نتجاذب او انتي وزميلتك راح تتجاذبوا هذا الحكي كله باخر الحصة انتم راح تجاوبوه لحالكم تمام طيب لو شفنا هذا الارض وهذا قمر صناعي بدور حولها اقمار الصناعية طبعا احنا بنستفيد منها كثير فحلو انه نفهم آليتها وكيفية حركتها بعد معرفنا انه تتحرك حركة دائرية حول الارض تمام فهذا القمر الصناعي خلينا نشغل القلم بس القلم الصناعي تمام القمر الصناعي بدور حول الكرة الارضية بتأثير قوة هاي القوة ما بتعتمد على تلامس الجسمين حسب ما احنا شايفين يعني بتشوفوا هذا الارض وهذا القمر الصناعي في بيناتهم اشي يوصلهم ببعض ما فيه طيب الارض والقمر في بيناتهم اشي يوصلهم ببعض ما فيه اذا اول معلومة بدي اعرفها انه هاي القوة اللي بتخلي القمر بيدور حول الارض انها ايش لا تعتمد على التلامس ممتاز هاي اول نقطة طيب السادت معذا ens hailey القوة اللي بتخلي القمر يدور حول الارض نفسها القوة اللي بتخليني انا كياسر واقف على الارض والقلم لما ااتركه بالضيجج على الارض هاي كلها نفس الفكرة نفس القوة طيب كيف أستاذ مرات أنه تعتمد على تلامس أحيانا لا لأنه أستاذي هي بنعتبرها قوة مجال تذكروا إحنا لما صنفنا القوة كنا عنها نوعين قوة تلامس واللي إحنا بدنا نحكي عنها قوة المجال تمام؟ هذا بالصف التاسع أخذته تذكرناه بالفصل الأول وهسا بدنا نعرف أول نوع من قوة المجال بتفصيلاتها اللي هي قوة الجذب تمام؟ شو يعني قوة مجال؟ إنها لا تعتمد أو لا يشترض التلامس من اسمها قوة مجال يعني لازم يكون أنا عندي مجال مشان أأثر فيه على الجسم صح؟ خلينا اللون الأخضر فلازم يكون أنا عندي مجال أأثر فيه على هذا الجسم يعني هسا أي جسم بالفضاء الكرة الأرضية رح تجذبه؟ لا طبعاً في المسافة معينة الكرة الأرضية ما رح تجذب بعدها هذا على إيش يعتمد؟ على مجال الجاذبية الأرضية تمام؟ طيب تعالوا هسا نجمع أفكارنا ونكمل إنه حكينا قانون الجذب العام اللي توصلنا له إنه الجسم الموجود على سطح الأرض أو على بعد منها تنجذب باتجاهها نحو مركزها تمام؟ فإذن هذا القمر الصناعي رح ينجذب نحو مركز الأرض تمام؟ وبرضو بتلاحظوا إنه فيه سهم ثاني إنه من الأرض للقمر يعني معقولة القمر الصناعي بجذب الأرض آه أستاذي بجذبها لكن شو اللي بفرق؟ إنه الأرض كتلتها أكبر فما رح تتأثر بقوة الجذب زي القمر الصناعي تمام؟ طيب قلنا كمان إنه قوة تجاذب هي أحد إحدى أنواع قوة المجال شو يعني قوة مجال؟ اللي بدي إياكم تكونوا عارفينه إنه لها مجال تأثير ولا يشترط التلامس فإذن لها مجال تأثير متفقين عليها إنه أنا هسا بدنا ندور على مجال التأثير للكرة الأرضية ونفهم تمام؟ لو فرضت إنه أنا عندي هاي الرسمة هيك في عندي منطقة بس دائرة تقريبا بيرفكت لو لهانا في عندي طالعة شوي طيب المجال اللي هو اللي باللون الأحمر كيف يعني؟ إنه أنا لو عندي جسم موجود بهاي المنطقة رح يتأثر بقوة تجاذب نحو الأرض لو جسم موجود هون رح يتأثر لو جسم موجود هون رح يتأثر لو جسم موجود على السطح برضو رح يتأثر طيب سؤال لو جسم موجود هان رح يتأثر بقوة تجاذب؟ الأرض؟ لا ليه لأنه خارج المجال فباخلينه نكتب أنه هاي المنطقة هون داخل خارج المجال وهون داخل المجال طيب إدراستك رح تتأثر بجاذبية الأرض؟ آه رح تتأثر ليه لأنها موجودة داخل مجال الكرة الأرضية تمام؟ فإذن أي جسم موجود في مجال الكرة الأرضية رح يتعرض لقوة جذب وأي واحد أو أي جسم خارج هذا المجال رح يصرح بالفضاء تمام؟ لأنه ما في قوة جذب للأرض إله فإذن يمكن تعريف مجال الجاذبية الأرضية هو المنطقة المحيطة بالأرض بتلاحظوا أنه هايها منطقة آه والله محيطة بالأرض تمام بس يعني خلاص أستاذ يعني هذا الخط الحد اللي أنت حكيت عنه خارج وداخل هذا ما موجود لا سابس في تكملة للتعريف يظهر فيها أثر قوة الجذب تمام؟ فإذن هاي المنطقة اللي حول الكرة الأرضية شرطها أنه تأثير قوة الجذب يكون ظاهر تمام؟ فهذا التأثير بيكون على حد معين أنه أي جسم داخل مجال الجاذبية بنجذب وأي جسم خارج ما رح ينجذب تمام؟ وين اتجاه التجاذب؟ نحو المركز تمام؟ طيب تعالوا نشوف تفصيل أكثر عن القوة المتبادلة بين القمر الصناعي والكرة الأرضية من خلال هاي الرسمة رجعنا لها مرة ثانية مش مشكلة بس بدنا نفهم أنه أنا عندي هس هاي قوة F E S صح؟ وفي عندي قوة ثانية F S E طبعا هاي Earth Satellite وهذه Satellite Earth القوة بتلاحظوا أنه نفس طول السهم كونها كمية متجهة بنعبر عن القوة أو مقدارها بطول السهم والاتجاه باتجاه السهم بتلاحظوا أنه نفس المقدار لكن متعاكسات بالاتجاه فبنقدر نحط أنه إيش؟ تساوي سالب أنهم هيك متساويين بالمقدار متعاكسين بالاتجاه طيب هذا الحكي اللي هان قبل ما تقرأوا اللي فوق شو بيذكركم بقانون نيوتن الثالث قانون نيوتن الثالث شو كان بيحكيلي أنه لازم يكون عندي جسمين بيأثروا على بعض بقوة متساوي بالمقدار متعاكسة بالاتجاه من نفس النوع صح؟ وبنفس اللحظة هذا هو الحكي اللي صار بالزبط تمام؟ فإذن زي ما الأرض قاعدة تجذب القمر الصناعي القمر الصناعي برضو رح يجذب الكرة الأرضية لأوين؟ نحو هيك ملخص هاي الرسمة اللي بدنا نكون فاهمينها إنه إحنا أي جسمين موجودين بالدنيا رايحات يتجاذبن تمام؟ يتجاذبن لبعض يعتمد على إيش؟ هذا الحكي بعد شوي بنا نشوفه لكن اللي بدي أعرفه إنه الجسم الأول مثلا أنا والقلم القلم قاعد يجذبني وأنا قاعد أجذبه مش ملزقين ببعض ليه؟ لأنه قوة التجاذب مالها رح تكون صغيرة وهذا الحكي بعد شوي رح نشوفه بمثال طيح تعالوا نشوف الموضوع بوجهة نظر أخرى أو على إيش بتعتمد هاي قوة التجاذب حسب ما فكر فيها نيوتن إنه حكى هاي القوة التجاذب بدأت انشع بين أي جسمين موجودين بالكون طيح تمام خلص يعني الجسمين معناته أنا لازم أنجذب لأي جسم قدامي للسيارتين ما شاء تبجون بعض لازم ينجذبن طيب هذا الحكي بيصير؟ ما بيصير لكن شو المشكلة؟ أو ليش ما بيصير؟ لأنه في اعتمالة هاي القوة قوة التجاذب تعتمد على أشياء أو شغلتين رئيسيات قوة التجاذب رح تعتمد على شغلتين رئيسيات بنحكيهم بالتفصيل أول شيء الكتلة كل من الجسمين والشغلة الثانية البعد بينهما ومش أي بعد البعد عن المركز تمام أول إشي بدنا نشوف طرديا طرديا بتتذكروا إحنا لما كنا نحكي عن الطردي والعكسي مشان أستاذي بدي الكلمات تكونوا عارفين دلالاتهم يعني تصيروا خلص بدل ما بتعرفوا الدوروا وين هذا الحكي خلص مباشرة كلمة طرديا عارفين شو بتدل حكينا إحنا إنه مثلا عندي هاي القوة لما بحكي هاي إشارة إيش إشارة تناسب ولما يكون عندي بسط ومقام هنا بيكون عندي طردي وتحت إيش عكسي وهالحكي هذا برضو من طبق إذا كانت مساواة يعني هنا برضو طردي وعكسي بدنا ننتبه لهذا الموضوع إنه أنا أي إشي فوق بالبسط بيكون اعتماده طردي وتحت إيش عكسي فهو أسا لما بحكيلي طرديا مع حاصل ضرب كل من كتلتي الجسمين يعني حكينا الاعتماد على كتلة الجسمين نغير اللون على كتلة الجسمين حاصل ضربهم يعني ما بكفي كتلة جسم واحد لا بيهمني الجسمين تمام طرديا يعني كيف بدنا نعملها F تتناسب مع M1 و M2 هاي بالبسط ولا بالمقام بالبسط فإذا الاعتماد إيش طردي تمام تعالوا شوفوا الرسمتين اللي تحت بتلاحظوا إنه في عندكم أربع كرات نكسمهم هيك الكرتين M1 و M2 لهم نفس الكتلة وبتساوي M تمام بتلاحظوا المسافة بيناتهم شوفوا بالمركز مش على السطح يعني أنا مش قاعد أحكي عن المسافة هاي لأ أنا قاعد أحكي على المسافة بين المركزين تمام هاي المسافة أنا ما بتهمني بيهمني المسافة هاي شايفينها هاي بدنا ننتبه لهذا الموضوع إنه أنا بهمني المسافة بين المركز والمركز ما بتهمني مسافة السطح تمام؟ طيب كان إن الكتلتين هيك وبناتهم قوة مقدارها F طبعا القوة متبادلة يعني هاي رح تنجذب باتجاه الجسم الأول والجسم الأول برضو رح ينجذب باتجاه الجسم الثاني هيك صح؟ الثنين رح يجذبوا لبعض حسب قانون النيوتون الثالث يجينا بعدها شو عملنا؟ جبنا كرتين كتلتهم متساوية لكن ضعف مقدار الكتلة الأولى يعني هاي صارت مقدارها 2M وهاي 2M حكينا حاصل ضرب كل من الكتلتين يعني هاي الكتلة وهاي الكتلة ننضربهم 2M في 2M اللي هي من هذا التناسب ضرب 2M ضرب 2M بتساوي 4M صح؟ فإذا شو رح يصير معي؟ القوة رح تتضاعف أربع مره لكن انتبهوا أنه أنا R ظلت زي ما هي شوفوا هاي R من عند المركز رح أظل أحكي لكم إياها R من عند المركز طيب سؤال لو أنا أعطيتكم المسافة هاي حكيت لكم هاي مقدارها 10 و أعطيتكم نصف القطر هاذ إنه مقداره 3 و هاذ مقداره 3 كم البعد بين المركزين؟ طبعا العشرة مستحيل تستخدموها اتفقنا إنه أنا ما بتهمني العشرة بهمني المسافة بين المركزين طيب يعني في عندكم هاي المسافة هاي صح و هاي لازم نكون عارفينها طبعا لازم نكون خط مستقيم تمام طيب تعرفوا إنه نصف القطر هو هذا برضو كمان نصف قطر و هذا برضو نصف قطر طبعا المركز نعتبروها فإذاً بجمعهم بتطلع المسافة 16 تمام؟ فبتكم تنتبهوا لموضوع المسافة إنها البعد بين مركزي الكتلتين تمام؟ طيب وبتلاحظوا إنه أنا لما زدت الكتلة زاد معي شو؟ القوة المتبادلة بينهما طيب حكينا عن الكتلة تعالوا نشوف البعد بينهما بيكفي البعد بينهما؟ لا بدنا نحكي البعد بين مركزيهما بتلاحظوا إنه المسافة مربع المسافة بين مركزي الجسمين مركزي ما بهمني سطح؟ بهمني ما بهمني السطح هون؟ لا بهمني المركز تمام؟ شو التناسب؟ عكسي إذن القوة التجاذب بين الجسمين تتناسب طرديا مع حاصل ضرب كتلتيهما عكسيا مع مربع المسافة بين مركزيهما فإذاً هاي بس نصححها تصير اثنين تمام؟ بتلاحظوا حكينا عكسي لازم تكون تحت بسط مقام فبالمقام يكون إيش؟ عكسي فF تتناسب مع R عكسيا يعني إذا R زادت F بتقل تمام؟ تعالوا شوفوا كان عندي الكتلتين نفسين اللي قبل شوي المسافة بيناتهن R خليت الكتلتين زي ما هم لكن بعدت الكرتين عن بعض شو بتلاحظوا أنه أنا قسمت F على أربعة يعني أنا جزأت F للربع تمام؟ يعني F قلت للربع بتلاحظوا الفرق بيناتهم بس اللي ساويته أني بعدتهم شوي بمقدار اثنين R يعني R كانت خمسة صارت عشرة F قلت يعني قلت ثلاث أربع ظل منها ربع واحد بس تمام؟ تعالوا نشوف كيف نيوتن جمع هذول الفكرتين بأنه التناسب طرديا مع حاصل ضرب الكتلتين وعكسيا مع مربع المسافة بينهما كيف جمع هذول الفكرتين بقانون جديد سميناه قانون الجذب العام الذي صاغه كالتالي بأنه كل جسمين في الكون يتجاذبان بقوة تمام؟ يعني مشرط كواكب أي جسمين بالكون رح يتجاذبن بقوة هاي القوة تتناسب تناسبا طرديا مع حاصل ضرب كتلتيهما ممتاز هذا الحكي فهمناه وعكسيا مع مربع المسافة بين مركزيهما بتلاحظوا كلمة مركزيهما تكرر لتكثير مشان هيك أول عكس تخربطوا بينها فيهم تمام؟ فإذن قانون الجذب العام صاغه نيوتن بأنه هو أي جسمين بالكون رح يتبادلن بقوة تجاذب هاي القوة تتناسب طرديا مع حاصل ضرب كتلتيهما وعكسيا مع مربع المسافة بينهما تمام؟ بين مركزيهما ما بدناش نخربط ومشان نعبر عنه رياضيا حكينا F تتناسب طرديا مع حاصل كتلتيهما تمام؟ وعكسيا هاي برضو اثنين بشكله عندك هين مشكلة بالاثنين وهاي برضو ايش؟ عكسيا تمام؟ طيب استاذ الجي هاي من وين جبتها؟ من وين اجت؟ هاي استاذ الجي بدنا نسميها ثابت الجذب الجذب العام هذا ثابت موجود بالقانون ما بهمني إلا أنه أكون عارف أنه ثابت ومن اسمه ثابت يعني عبارة عن رقم بتلاحظوا هاي 6.67 بس في 10 أسال ب11 تمام؟ طيب هذا مقداره ووحدته هايها مشان ما تتغلبوا كثير بالوحدة وتحفظوا لأنه أنا صراحة مش مأحفظ الوحد حفظ القانون تمام لكن أنا مش مأحفظ الوحدات تعالوا أعطيكم طريقة اللي أنا بس أخدمها واللي أنتو بتصيروا تستخدموها أصلاً أريح لكم لأنه هيك هيك القانون لازم تكونوا حافظينه والوحدة كمان تحفظوها تزيدوا على حالكم؟ لا تعالوا شوفوا بس دقيقة واحدة بنخلصها ف بتساوي جي أم واحد أم اثنين على أر تربيع هذا قانون الجذب العام أول شغلة بدي أعملها إنه بدي أخلي الجي موضع للقانون خلي هاي الجي موضع لمين للقانون يارب يكونوا مبينة عندكم هذا اللون ما بتوقع أصلاً طيب الجي موضع للقانون كيف؟ بإني أضرب ضرب تبادلي وأقسم فبتصير أف آر تربيع على جي أم واحد أم اثنين خلصنا لسه بدي أقسم أم واحد أم اثنين على أم واحد أم اثنين فهذول يروحن مع بعض جي كم بتساوي أف آر تربيع على أم واحد أم اثنين تعالوا شوفوا هسا كيف بنا نوجد الوحدة وحدة جي شوفوا كيف أف شو وحدة قياسة؟ بنحط والله نيوتن الأر مسافة شو وحدة قياسها؟ متر وفي عندكم تربيع يعني هنا نحط اثنين على أم واحد وأم اثنين يعني كيلو جرام في كيلو جرام طبعاً هذه الضرب بنحطها بنقطة بالوحدات تمام تساوي نرجع نكتبها نيوتن متر تربيع على كيلو جرام تربيع مش هيك أريح إنه هنا طلعناها هسا أنت خلص هاي الخطوات طبعاً تقدر تعملها أسرع فإذا أنا أخذ معي مثلاً دقيقتين أنت بيأخذ معك نص دقيقة أسهل من إنه تقعد تحفظ هذا الوحدة ممكن تخربط فيها تمام؟ فإذا الجي طلعت معنا مقدارها هيو يا إما بتكونوا حافظينه حسب ما المس أو الأستاذ اللي بيدرسكم يا إما إيش بيكون معطى بالسؤال تمام؟ طيب تعالوا نشوف أكثر عن هذا القانون بتفصيل أكثر وبنبلج نحل عليه ونطبق عليه آخر صفحة من ناحية شرح كون القوة حكينا هي كمية متجهة فإذا تؤثر قوة التجاذف في اتجاه الخط الواصل بين مركزي الكتلتين مشان نفهم هذا الحكي لو عندكم هذول الكرتين هاي والكرة هاي تمام؟ الكرتين الحمر هذول اللي قدامنا في بيناتهم خط واصل هايو خلنا نرسموه بس هيك طيب ونجيب اللون الأزرق بيحكي لي أنه قوة التجاذب بتكون في اتجاه الخط الواصل بينهما يعني هذا الجسم رح ينجذب هذا الجسم رح ينجذب لهذا بهذا الاتجاه وهذا رح ينجذب هيك ما حدا يحكي لي هيك مثلاً رح تكون قوة التجاذب هذا الحكي غلط لأنه لازم تكون قوة التجاذب على الخط الواصل بين الكتلتين تمام؟ بتلاحظوا هذولا في عندكم كتلتين ما لهم مائلات شو اللي بدي يصير بيناتهم قوة تجاذب هذا الجسم رح ينجذب باتجاه هذا وهذا الجسم رح ينجذب باتجاه اللي تحت رح ينجذبه على نفس الخط بنفس المقدار بعكس الاتجاه الخط الواصل بينهما تمام؟ يعني هذا ما رح يروح هيك أو ينجذب هيك وهذا هيك لا رح ينجذبه أيش على الخط الواصل بين الجسمين تمام تعالوا نشوف السؤال في الشكل المجاور ماذا يحدث لمقدار كل من القوتين عند مضاعفة مقدار الكتلة الثانية فقط تمام هذا السؤال بنقدر نحله بطريقتين الطريقة الأولى حكينا هنا أن الكتلة تعتمد طرديا على القوة فإذا القوة راح تضاعف كونه الكتلة ضاعفت يعني الكتلة كانت م2 كانت عبارة عن م شو صارت م2 فتحة صارت 2م فإذا القوة بطبيعة الحال كانت F تساوي G M1 M2 على R تربيع بدها تصير F فتحة G M1 ظلت زي ما هي M2 صارت فتحة على R تربيع المسافة برضو ظلت زي ما هي جي طبعا ما بتتغير لأنه ثابت ما قلنا فيه رقم بنكون حافظينه أو نعطى معنا بالسؤال بهمني بس أعرف كيف أطلع الوحدة أو أكون حافظة والأسهل أنه كيف تطلعها تمام فإذا هسه هذول شو تغير فيها M M كم صارت 2M فخلاص إذا طلعت F الموضوع بسيط وسهل جدا تمام هيك بنكون خلصنا الفكرة المفاهيمية من هذا الدرس تعالوا كيف بدنا نحل المسائل الرياضية بأول مثال بأكثر سؤال خطر ببالكم وأنتم قاعدين تحضروا بهاي الحصة أنه أنا وزميل اللي قاعد بجنبي أو اللي بدي أمشي معه أو اللي أكون معه ليش ما بتجاذب أنوية شوفوا السؤال فكروا فيه بس خليني ثواني وأرجع لكم تمام فكرتم فيه أنه أنا عندي مريم وعائشة يعني إنسان وإنسان أنت وزميلك أنت وزميلتك أنت وأختك أو أخوك فالفكرة أنه عندي شخصين كل واحد إلو كتلة مريم أم واحد القلم يا قلم تعال أم أم واحد بتساوي خمسين كيلو جرام منتاز وأم اثنين بتساوي ستين كيلو جرام طيب منتاز وبرضو البعد بينهما خمسين سانتي هار بتساوي خمسين سانتي بيتكفي لا لازم نعمل خمسة أو خمسين على إيش مية ليش عملت هيك لأنه أنا بدي أحول من وحدة صغيرة لكبيرة شو لازم أعمل لازم أقسم على كم على مية فالصفر مع الصفر شو رح يصير فيه يروح كم بيظل خمسة على عشرة بتصير نص متر تمام هاي نظبطنا الوحدات كل شي تمام أمورنا تمام تعالوا نشوف السؤال شو طالبنا القوة التي تؤثر بها مريم على عائشة والقوة التي تؤثر بها عائشة على مريم حكينا حسب قانون اليوتون الثالث إن القوة المتبادلة رح تكون متساوية بيختلف فقط إيش الاتجاه تمام بدون ما أحسب وبدون ما أحل تعالوا بس نحدد الاتجاه بعدين نجرب نحل بيحكي للقوة التي تؤثر بها مريم على عائشة يعني مريم واقفة وعائشة واقفة فشو رح يصير بعائشة تنجذب المفروض نحو إيش مريم يعني اتجاه القوة من عائشة لمريم صح؟ طيب بالفرع اللي بعده من مريم لعائشة بس هذا الاتجاه تعالوا هسا نشوف كيف بدنا نحسب لو قلنا F بتساوي G M1 M2 على R تربين تعالوا حكوا لي المعطيات هاي معي هاي معي وهاي معي هذا ثابت بنكون عارفينه 6.67 في 10 سالب 11 هاي أول مرحلة قاعدين بنعوض في M1 كم طلعت معنا؟ 50 كيلو جرام M2 60 كيلو جرام على R تربيع اللي هي نص نص تربيع تمام؟ هيك لحد الآن أمورنا ممتازة نيجي نعطي إنه يساوي هسا اللي فوق هاذ لو ضربناهم رح يعطي معي يعطي تقريبا 2 في 10 السالب كم 7 على الخمسة بالعشرة تربيع كم بتصير؟ 25 بالمية تمام؟ فإذن الجواب رح يطلع معي إنه F بتساوي نقسم هذول الثنتين على بعض بيطلع معي إنه هاي مقدارها ثمانية تقريبا طبعا مش بالزبط تقريبا في 10 والسالب 7 شو الوحدة؟ نيوتن هاي بأخذها وبحطها بالمقدار القوة هون والاتجاه بيكون عائشة نحو مريم وبالثانية نفس المقدار بحكي بس من مريم لعائشة بس هيك تمام؟ هذا أول سؤال تعالوا نشوف السؤال الفخم السؤال اللي لازم تكونوا عارفين كيف بتحللوا لحتى ما توقعوا فيه لأنه هذا السؤال زي هيك سؤال كثير طلاب يوقعوا فيه إنه مباشرة عنده هذول الرقمين كتلتين بيفكرهم وبيعوض وبيبلش هل بس تعالوا نشوف كيف بدنا نعمل طبعا أغلبكم عرف وين النقطة اللي بدي أحكي عنها حكا لي سيارتان A و B تمام؟ إذن لازم يكون عندي M A و M B طيب وزنهما يا سلام صرنا عارفين إحنا شو يعني الوزن؟ يعني أستاذ هذا الوزن إنه بيحكي لي F G A و F G B تمام؟ الأولى وزنها 20 في 10 قوة 3 نيوتن الثانية 30 في 10 قوة 3 نيوتن بتلاحظوا إنه عندي بالسؤال وزن مش كتلة وزن يعني أنا بدي أفضرها سأحول من وزن لكتلة يعني كأنه أنا بجيب لكم بالسؤال على الحستين اللي أخذناهم الماضية و اللي اليوم تمام؟ نكمل معطيات والبعد بينهما كم؟ R كم مقدارها 50 متر تمام؟ إحسب مقدار القوة التي تؤثر بها السيارة A في السيارة B حكينا إنه مقدار يعني مش طالبني اتجاه بس مقدار لو حكالي إحسب القوة بدي أفضر أحدد له اتجاه إنه السيارة B نحو السيارة A لكن هيك بس حكي لي مقدار فخلص أول إشي بدنا نعمله إنه إحنا بدنا نكسم هذا مبدئياً وبدنا نحول F G A لكتلة تمام؟ الوزن لكتلة قلنا F G شو كان بتساوي M A في G تمام؟ إذن M A شو بتساوي F G A على G طيب F G كم مقدارها؟ عشرين في عشرة قوة ثلاث على الجي مقدارها عشرة فالصفر مع صفر رايحات يروحه كم رح تطلع معي M؟ اثنين في عشرة قوة ثلاث نيوتن ممتاز لا مش ممتاز إحنا صارنا ساعة نحول مشان نشيل كلمة نيوتن اثنين في عشرة قوة ثلاث طبعا هاي مش سالب أستاذ ثلاث كيلوغرام ليه أستاذ؟ لأنه أنا قاعد أحسب كتلة فلازم تكون بالكيلوغرام مش بالقرام بالكيلوغرام تمام؟ طيب فلس تعالوا نحسب كتلة الجسم B نفس الفكرة نحكي إنه MB بتساوي FGB على G تساوي FGB كم مقدارها؟ ثلاثين في عشرة قوة ثلاث هايها والجي هذا إحنا حافظينه إنه عشرة فهاي الصفر مع الصفر بتروح ثلاثة في عشرة قوة ثلاث كيلوغرام تمام؟ طيب خلصنا حل السؤال لا لسه ظل عنا آخر إشي إنه أنا بدنا نحله بدنا نحسب شو المطلوب هاينا بس قاعدين نجهز بالمعطيات للحل فتعالوا بس نكتب المعطيات M A بتساوي 2 في عشرة قوة ثلاث كيلوغرام M B بتساوي 3 في عشرة قوة ثلاث كيلوغرام والر بتساوي 50 متر ممتاز هذول المعطيات اللي معي بالسؤال F G اللي كان معطيني إياها بالسؤال الوزن خلص ما بيهموني أنا بس بيهمني هسه إيش الكتلة تمام؟ فتعالوا نحسب الجذب العام فبنحكي إنه F بتساوي G M 1 M 2 أو M A M B على إيش؟ R تربي G كم مقدارها؟ G حكينا مقدارها 6.6 7 في عشرة السالب 11 يعيني ضرب M A 2 في عشرة قوة ثلاث ضرب M B 3 في عشرة قوة ثلاث على R تربي اللي هي خمسين تربي يعيني شو بدنا نعمل هسه؟ تعالوا نضرب نحط الأرقام على جهة بدي إياكم تعرفوا كيف تتعاملوا مع الأسس نحط 6.6 7 في 6 على خمسين تربي خمسة وعشرين ألف تمام؟ خلصنا هسه ضرب هاي عشرة قوة ثلاثة 11 في عشرة قوة ثلاثة في عشرة قوة ثلاثة وبس تمام؟ فهاي اللي تحت ماذا الخط؟ ما إلو داعي تمام حكينا إحنا بتعاملنا مع الأسس وبرياضيات اتعلمناها إنه إحنا بنقدر نجمع الأسس في حالة الضرب وفي شرط إنه الأساس بيكون متساوي كيف يعني؟ أستاذي بس تعالوا هانا خلينا نحكي هانا شوي ونرجع حكينا من قواعد الأسس إذا كان هذا بنسميه أساس والخمسة مثلا هذا بنسميه أس تمام؟ في حالة الضرب تجمع الأسس إذا تساوى الأساس تمام؟ يعني لازم يكون عندي الأساس اللي تحت متساوي كيف يعني نأخذ مثال سريع؟ يعني عشرة قوة ثلاث ضرب عشرة قوة اثنين بننتبه إنه عشرة وثلاث وعشرة واثنين العشرة الأساس متساوي إذن نحكي عشرة ثلاث زائد اثنين بتصير عشرة أس خمس تمام؟ هاي الحالة الأولى الحالة الثانية هاي واحد واثنين واثنين يارب إنه نلقى اللي قبل شوية كتبنا في حالة القسمة نطرح الأس بشرط الأساس متساوي كيف يعني؟ لما بنحكي عشرة أس ثلاث على عشرة أس اثنين الأساس ماله متساوي فإذن بحكي عشرة ثلاث ناقص اثنين كم بيطلع؟ عشرة أس واحد فبتساوي كم؟ عشرة وصلت هذولا خذولهم بسكرين مشال نكمل نرجع على سؤالنا مشال هذولا حلو الواحد يكون عارف هذا الحكي بهيك أسئلة تعالوا نشوف كيف بدنا نحل أول إشي شيلونا الصفرين هذول بدنا نحولهم لأسس فبتصير ستة فاصلة ستة سبعة في عشرة قوة ستة على خمسة وعشرين تمام؟ في عشرة قوة اثنين عادي؟ آه عادي شلت الصفرين وحطيتهم عشرة تربيع ضرب حكينا الأساس ماله متشابه فإذا بنحكي عشرة أس سالب 11 زائد ثلاث زائد ثلاث هاي شو بدها تصير؟ من بينها إنه هذول ستة وهاي سالب 11 يعني كونه هسه بلشنا نتعامل بالعصفير إنه أنت هسه عندك آه بدك 11 عصفور وإجاك ستة عصفير كم يظل بدك؟ خمس عصفير تمام؟ طيب تعالوا آه نحسب هذا الحكي إنه طلع معي 1.6 ضرب قلنا هذا اللي فوق كم طلع؟ سالب خمسة على عشرة والثنين تمام؟ هاي نقلته هان عادي يعني بصير أهمشينها بضل تحت عرفتوا أستاذي كيف عملنا هاي؟ هذول الثنتين مع بعض ستة وقلنا سالب 11 زائد ستة كم بتصير؟ سالب خمسة وهذا اللي صار هان طيب حكينا في حالة القسمة نطرح فإذا بتصير 1.6 ضرب عشرة قس بدي أحطلكم إياها بقوس خلينا نحط بردقاني سالب خمسة ناقص اثنين تمام؟ بس اللي بدي إياه ما صار إنه أنا بدي هاي هيك وهذا البردقان اللي غاد مونا شيه أنتو تحكوا عن البرتقال برتقال ولا بردقان طيب السالب خمسة ناقص اثنين كم رح يطلع هذا الرقم؟ يعني أنا عندي أو بدي خمس عصفير وصار بدي كمان عصفورين كم بدي؟ واحد فاصلة ستة في عشرة والسالب سبعة شو البحدة؟ انيوتيب فبتلاحظوا استاذي إنه بالسؤال الماضي والسؤال هذا طلعت معي السالب سبعة بتلاحظوا كم ميت إنه قليلة قوة التجاذب هاي كم هي قليلة؟ ليه؟ لأنه قاعد أحكي أنا عن كتلة صغيرة بالنسبة للكواكب هاي القوة بتنفع للكواكب بتكون فعالة إلها آه تمام لكن بالكتلة الصغيرة موجودة لكن مش محسوسة يعني أنت وزميلتك مثلاً اللي قاعدة بجنبك بيناتكم قوة تجاذب لكن ما بتحسوا فيها لأنه صغيرة كثير مش محسوسة شوفوا السالب سبعة بتخيلين كم؟ صغيرة جداً وبرضو لما أنت أو ماشيين بسيارتين بجنب بعض ما بنجذبوا لبعض رغم إنه السيارة كتلتها أكبر بكثير من كتلة الإنسان صح ولا لا؟ بس ما بنجذبوا لبعض ليه؟ لأنه هاي مثال هذا على السيارتين شوفوا برضو كمان كم السالب سبعة مقدار هاي القوة صغيرة كثير تمام؟ فإحنا ما بنهتم فيه وصلت هذا اللي بدي إياه منكم تكونوا عارفين هذا الحكي كثير منيح إنه أنا قوة التجاذب موجودة بين أي جسمين بالكون لكن إحنا ما بنحس فيها ليه؟ لأنه كتلتنا صغيرة كثير فبتكون صغيرة هاي القوة رغم إنه على الكواكب والمجرات والكون اللي برا موجود عندنا موجودة هاي القوة وهيها مش هي الكون صح ولا لا؟ لكن إحنا ما بنحس فيها ليه؟ قليلة كثير شوفوا إحنا مثلا أنا والأرض حاس فيها ليه؟ لأنه تخيلوا أنا مش حاس أنا كون طاير بالجو أو أنتو مش حاسين بتكونوا طايرين بالجو لكن لأنه حاسين فيها احنا واكفين على الأرض تمام؟ وهيك بنكون خلصنا الجزء الأخير أو المش الأخير الجزء الثاني من درسنا الجزء الأخير هذا الجزء الفخم جزء الخلاص هذا بسميه تعمدت إني ما أشرح اليوم مع هذا الدرس ليه؟ لأنه أنا بدي إياه هيك على رواق تكونوا أنتم خلصين هذا الحكي مشان نعرف جي هاي اللي صارنا نستخدمها بالسقوط الحر صح؟ استخدمناها واستخدمناها برضو بالوزن مضبوط ورح نستخدمها فيه لها استخدمات ثانية لكن هذا تسارع الجاذبية الأرضية معقولة واحد إيجي قال أنه يساوي عشرة أو 9.8 متر لكل ثانية تربية هيك إيجي من كيفه؟ لا، كيف؟ عن طريق معين بحسابات معينة هذا اللي إحنا المرة الجاية بدنا نعمله وأنه يصير عنا قدرة أنه نحسب تسارع الجاذبية على أي كوكب بأشياء نعرفها عنه خلص بنقدر نحسبها تمام؟ فراجعه ذول الحصتين صح ومنيح ومنها ورايح لما حدا يسألكم كم وزنك تحكيله والله وزني 600 نيوتن راح يصفن هو تحكيله أنت بتسألني كم كتلتك وليس كم وزنك تمام؟ الله يعطيكم ألف عافية ويوفقكم أنا دائما راح أكون موجود معكم مقريب منكم وبتقدروا تتواصلوا معي سواء على رقم أو واتساب أو فيسبوك، أنستا، تيلجرام كلهم أنا موجود تواصلوا معي عن طريق هذا الرقم راح أكتبلكم إياهون واللي عنده سؤال أو استفسار أو أي شيء حاب يعرف عن المادة يتواصل معي هاي رقمي وراح أكون موجود وقريب منكم وماكم وطبعا برجع كل مرة أشكر الطلاب اللي جد مستواهم أفرق وشفت علاماتهم اللي اختلفت من بداية الفصل لحد ما بلش ياخذوا معي والمستوى اللي هم تحسنوا ووصلوا له ووعد لكل حدا قاعد بيتبع معي لنهاية الفصل راح يكون مستواه مختلف تماماً نظرته للفيزياء مختلفة وبيوصل للمرحلة الجاي متمكن جداً برجع أحكي لك أنه أنت بالعاشر مش أنه أنت بدك تروح عدبي أو أي تخصص ما فيه فيزياء أنه أنت ما بتهتملها أستاذي الفيزياء بتفيدك بحياتك بمدارك تمام؟ كل شي راح ينبنى على هاي الأشياء والعلم اللي إحنا بنكتسبه سواء بفيزياء أو بأي مادة ثانية بينقسم لجزئين جزء أنا بدي أخزنه كثقافة جواتي وجزء أنا بدي أتعامل فيه بالأرقام زي هيك فمش غلط أنك تكون عندك خلفية منيحة بالفيزياء اللي ما بدي يروح علمي ورح تستفيد منها بأشياء ثانية بطريقة تفكيرك وحلك للمشاكل ولي راح يروح علمي راح يشوف إبداع ما في زيه شوف كديش هو راح يستفيد من هذا المادة ومن هاي المواضيع الله يعطيكم ألف عافية ويوفقكم نلقاكم الحصة الجاية دمتم بخير السلام